ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله طابت الوجوه طابت الوجوه وإياكم ما شاء الله يا رب حضهم يا رب وبار فيهم يا رب وأطف الخير أعمارهم يا رب وأصلح أعمالهم يا رب العالمين ما شاء الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وحده وصلاة وسلام على من لا نبي بعده اللهم صل وسلم وزد وبارك على النبي المجتبى إمام الهدى وعلى أهله وأصحابه وأزواجه ومن اهتدى إلى يوم اللقى ثم أما بعد نعم عليك وعليه السلام الحقيقة يعني عندما دعيت إلى هذا المجلس كانت هناك موضوعات كثيرة كل واحد منها كان صالحا أن يكون عنوانا للقاء ولكن كنت أختم ختمتي وفي آخر جزء كانت هناك الصور القصيرة ومنها صورة العصر فتذكرت كلام الإمام الشفعي عليه رحمة الله أن الناس لو اجتمعوا على تدبر هذه السورة لواسعتهم إذن هذه السورة سورة مباركة وأن أمة الإسلام لو اجتمعت على تدبر هذه السورة لواسعتهم هذه السورة لما فيها من عظيم الفوائد ودقيق الفرائد فوجه الله تعالى قلبي أن أحدثكم عن هذه السورة فما رأيكم أيها الأحبة موافقون طيب الحمد لله رب العالمين أظن هذه الأيام دائما الأمور تتجه إلى 99% ولا هنا 100% 99% إذن هناك من يخالف ولو شيئا يسير أليس كذلك؟ على آية حال منهجنا ليس من اعترض انطرد ولكن منهجنا من اعترض يعني كان له عظيم الاحترام على آية حال هذه السورة روى الإمام أطبراني في الأوسط والبيهقي وصحح إسناد هذا الحديث الشيخ الألباني عليه رحمة الله أن الصحابة الكرام كان إذا التقى أحدهما بأخي قرأ سورة العصر أي لم يفترق حتى يقرأ سورة العصر ثم يسلم إذا هذه عادة كانت عند الصحابة والحديث طالما كان صحيحا إذا العمل به متجه لأن الشرع هو أن تعمل بما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا هناك حكمة في تكرار سورة العصر قبل افتراق الناس وأن يفترق الناس على هذه السورة فهذه السورة فيها تذكرة وموعظة لقلوب المؤمنين تقول نحن قد حفظناها صغارة ودورناها في عقولنا كبارة وسمعناها كما لم نسمعها الجواب دائما الإشكال ليس في الماء وإنما الإشكال في الذي يشرب الماء فهناك من يشرب الماء فيلتذ به ويرويه الماء وهناك من يشرب الماء نفسه فيجده مرًا زعاقًا لا يهنأ بشربة واحدة منه فيترى الإشكال في الماء أم الإشكال في الذي يشرب الماء إن صحابة الكرام كان بين أيديهم القرآن نفسه الذي بين أيدينا أم إن القرآن الذي قرأه الصحابة غير القرآن الذي نحن نقرأه هو هو أم مختلف القرآن هو هو لكن من الذي اختلف القرآن أم قارئ القرآن الذي اختلف هو قارئ القرآن كان الصحابة يقرؤون السورة من القرآن فإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا فأما الذين أمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون فذل ذلك على أن القرآن ازداد به الصحابة إيمانا سبحان الله أما نحن فربما يجمع الإنسان من القرآن بقراءته السبعة والعشرة وربما جمع مع هذه القرآات وجوه القرآات الشذة وجمع مع ذلك كله شيئا كثيرا من نظم القرآن والحواش الموجود على بعض العلوم والفنون والمصنفات وانتفخ بما حصل من العلم ولكن يقرأ القرآن لا يزدد به إيمانا دي مشكلة كبيرة جدا مشكلة كبيرة جدا إن نحن عندنا فارق بين المعرفة وبين الممارسة بين التحصيل وبين الانتفاع بهذا التحصيل فارق كبير جدا جدا ولذلك لابد أن نعيد فهمنا للقرآن ولابد أن نعيد طريقة قراءتنا للقرآن ليس المقصود من القرآن أن أقرأه وأن أهزه هز الشعر تالله إننا كثيرا نقرأ الأشياء فنفهمها ولكن نقرأ القرآن فلا نعيره اهتماما تختم الختمة تخلص الختمة زي ما خلصتها تسمع القرآن كما لم تسمعه تقرأ القرآن كما لم تقرأه نعم حصلت حسنات ولكن ليس الشأن بكثرة الحسنات ولكن الشأن بقيمة الحسنات إذن هناك حسنات كثيرة في حاجة ولكن هناك حسنات قيمة هناك حسنات قيمة هل الذي يتصدق بشوال من القروش كالذي يتصدق بجوهرة من المس هذا تصدق بجوهرة واحدة تقولها مثلا 20-30 جرام وده حمل على العربية داتس شوالين ارباع وقروش كلهم على بعضهم مجابوش 200 ألف جنيه بينما هذه الماسة تمنها مثلا 30 أربعين مليون جنيه فيترى أيها أقيم الشوالين ولا الماسة طيب أيها أكثر الشوالين ولا الجوهرة دي إذن هناك فارق بين الكثرة وبين ماذا القيمة فارق بين الكثرة وبين القيمة أيوة عندما تقرأ القرآن تختم القرآن حسنت كتيرا ولكن ما الذي فهمت ما الذي عقلت ما الذي عملت به إذن الحسنات المترتبة على الفهم والعقل والتدبر والعمل بتبقى قيمة حتى ولو كانت ماذا قليلة حتى ولو كانت قليلة ولذلك هناك أناس في رمضان يقولك أنا أختم في اليوم أربع ختمات وبأختم في الشهر أكثر من مئة ختمة جميل دي كلها إيه حسنات كتيرة ولكن يا ترى ما الذي نقر قلبك من هذا القرآن ما الذي استفدته من هذا القرآن ما الذي هرجت به كي يزداد إيمانك بهذا القرآن كيف انتفعت بما قرأت ما الذي عملت به عند قراءتك هذا القرآن تجد المحاصلة ماذا في خانة الصفر ولفخات المية في خانة الصفر في خانة الصفر هو يردد وهم حاجة عنده يخلص يخلص وهناك الذين يجمعون الناس لختم القرآن في شهر مشروع الحفظة نختم القرآن في شهر أو شهرين جميل هياخذ حسنات وحسنات كتيرة ولكن هذا من حيث ماذا الكثر عندما يأتي عبدالله بن عمر يحفظ صورة البقرة في كم سنة في ثمان سنوات ودول يحفظون القرآن كله في كام في شهر أو شهرين يا ترى هل كان عبدالله بن عمر غبيا لا يعقل هل كان عييا راكد العقل وهؤلاء مشاطاء العقل متقد الذهم لدرجة أنهم يجمعون القرآن في شهر وهو يجمع صورة البقرة في ثمان سنوات أبدا دايما المسائل أوزنوها بماذا بالكثرة والقيمة إذا فهمت مسألة الكثرة والقيمة استقامت لك كثير من المعنى واضح المسألة دي لو خرجنا من هذه المقدمة بمسألة أهمية القراءة وأن نجعل القراءة قيمة لا أن نحصل من ورائها مجرد الكثرة لكان ذلك خيرا وبركا قارئ القرآن لن يعدم خيرا فعندما يحصل الحسنات الكثيرة هذا خير ولا مش خير خير ولكن أفضل من هذا الخير أن يجعله ماذا قيمة فدائما الأشياء القيمة هي الأشياء التي تبقى فلا تزول سورة العصر سورة عظيمة وهي سورة مكية لمن أول سورة مكية على طول لابد أن نرجع إلى الوراء في العصر المكي حيث كان الصحابة يضطهدون ويخافون والكفار يتسلطون عليهم يقابل بعضهم بعضا خفية وإذا جلسوا جلسوا في دار أحكم غلقها ليستطيعوا أن يجلسوا بينهم وبين بعضهم البعض إذن مكة لم تكن دار أمن وأمان والسقرار ولكنها كانت دار خوف واضطهاد وذل وقخر لعباد الله المؤمنين فيها نفتكر كام ذا كله اثنين في مكة نتذكر أن الإيمان بدأ ناقصا وبالتالي الآيات التي نزلت في مكة ليست هي آيات التشريع وإنما هي آيات التثبيت على الإيمان فعندما ثبت الإيمان في القلوب كانت آيات التشريع آيات التشريع هي التي أتت بعد ثبات الإيمان في القلب ولهذا الإمام أحمد عليه رحمة الله قال بدأ الإيمان ناقصا ولم يمت رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى كمل لما نزلت الآيات اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينة إذا كده اكتمل الدين خلاص ولهذا ولهذا قالت عائشة رضي الله تعالى عنها من ابتدع في الإسلام بدعة فخزعم أن محمدا ماذا خان رسالة ثم روت عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد والحديث في الصحيح ورد على وزن فعل بمعنى مفعول أي فهو مردود فكل من ابتدع بدعة في الدين فهذه البدعة مردودة ليه لأن الابتداع دليل النقص الابداع أن الإنسان يجيب حاجة جديدة طب الإنسان يجيب حاجة جديدة ليه لأن الحاجة اللي قبل كده كانت ماذا كانت ناقصة فيريد أن يأتيها بالجديد أنت ساكن في شقة والشقة دي السقف بتاعها مخروم الشتة بينزل يقع عليك الشتة إذن هناك نقص ولا هناك كمال إذا كل همك تعمل إيه تيجيب شقة سعفاء كويس ماشي إذن الإنسان لا يطلب الجديد إلا إذا اقتنع أن القديم فيه ماذا فيه نقص أو عيب الجزمة بتاعتك عزك الله الجزمة بسم الله ما شاء الله بقالها سبع سنين في رجليك ماشي تتقطع تتقطع تخيطها تتفتأ ترقحها النعل بتاعها يدوب تجيب لها نعل تاني جديد الوش بتاعها ده بشوية تخليه وراه والورا تخليه قدام المهم لغاية لما جابت آخر تعمل إيه باردك تجيب واحدة جديدة ولاك فعلها كده إذن وصلت إلى درجة القناع أنها صارت لا تصلح تروح بقى جيب جزمة جديدة إذن الجديد دلالة على ماذا على اليقين بعدم صلاحية القديم ولهذا عيش بتقول الكلام اللي جيب بضعة في الدين إذن زعم أن محمدا خان ماذا رسالة ولذلك أخطر حاجة بعد الشرك البضعة إذا كان الشرك قادحا في التوحيد فإن البضعة قادحة في رسالية والدين كله مبني على ماذا لا إله إلا الله محمد رسول الله فلما نقول سورة مكية بنفتكر نزول الدين ونفتكر آيات تثبيت المؤمنين على الإيمان ونفتكر جلوس النبي عليه الصلاة والسلام مع الصحابة لكي يتابع إيمانهم ويقصون عليه أحوالهم فيوجههم ويعظهم نتذكر مجالس الذكر في دار الأرقم عندها عندها تنقطع قالة السوء ويقف الظن السيء ويزداد الناس إيمانا في وسط هذه الأجواء المكية تنزل سورة العصر تنزل سورة العصر يبقى كأن الصحابة لما يقابلوا بعض ويقرأ سورة العصر كأنهم يتذكرون ماذا العهد المكي كله بيتذكروا لأن فيه هناك مسألة مهمة جدا هي مسألة الارتباط بين الأحاسيس والمشاعر وبين الماديات التي كان يعيشها الإنسان بالضبط أنت وانت صغير كنت عايش في حارة معينة أشت فيها تولدت فيها وطفلتك وحياة والدك وولدتك وكل الأحداث هي تعايش في حارة دي عندك خمسين ستين سبعين سنة وتجد عندك حنين تروح تبص على الشارع وبص على البيت اللي أنت تولدت فيه طيب لما تنظر على البيت بتتذكر مولدك وحياتك وشبابك وتذكر بقى أبوك كم بيعمل وخالك وعمك والدتك واخواتك دا كل من خلال التذكر عندما تمر على الدار كأن الصحابة عندما يقرؤون سورة العصر يتذكرون ما كتب أحداثها وما كان فيها من بلاءات كأنهم وذلك كحال الشعراء الشعراء قديما في الصدر الإسلام وفي الجاهلية كان إذا وقف على منازل القوم تذكر القوم ولذلك كان بيقوله الوقوف على الأطلال الأطلال منازل القوم الذين كان يحبهم تهن بقى المؤدة وكانوا هنا بيولعهم عشان يطبخهم وهنا بقى الخيام كانت بتربط أو تدهن وهنا مكان الخيل عشان تتعالف وهنا المكان اللي بيعدوا فيه عشان يصلوا فيه يقف على هذه الأطلال فيتذكر المحبين فكأن الصحابة عندما كانوا كان يقابل بعضهم بعضا فلا ينصرفون حتى يقرؤوا سورة العصر كأنهم يتذكرون مكة بأحداثها وما كان فيها فيكون ذلك سببا في زيادة إيمانهم وثباتهم على طريق الإيمان وثباتهم على طريق الإيمان إنها سورة لو تذبرها الناس لو سعتهم هذه السورة بمعانيها وجمالها وما فيها تبتدو هذه السورة التي من قرأها تذكر بداية الإيمان وتذكر نقر الإيمان في قلوب الموحدين وتذكر خطوات المسافرين في سفرهم إلى رب العالمين تبتدئ بالقسم و ربنا عز وجل يقسم بما شاء وليس لأحد من الأناسي أن يقسم بما يقسم به ربنا سبحانه فإن الله تعالى أقسم بالعصر والليل والتين والزيتون والضحى فله أن يقسم بما شاء لكن أنت لا تقسم إلا بالمشروع تقسم بالله عز وجل أو أن تقسم باسم من أسمائه أو أن تقسم بصفة من صفاته والله تالله ورب الكعبة والذي برأ النسمة وفلق الحبة كما في حديث علي رضي الله تعالى عنه في الصحيح أن تقول مثلا وعزتك فالعزة صفة من صفات الله عز وجل فيجوز للإنسان أن يحلف بها وأن يتعوذ أيضا وأعوذ بعظمتك وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحت لكن أن تقسم أو أن تحلف بغير ذلك لا يجوز لا بأب ولا أم ولا بنبي مرسل ولا بملك أرسله ربنا عز وجل وقرب من كان حلفا فليحلف بالله أو ليصمت ويصمت هذا فعل مضارع واللم هنا لم الأمر فأنت مأمور أن تحلف بالله أو أن تصمت فلا تحلف بغير الله العصر اختلف المفسرون في بيان المخصوض بالعصر اختلافا بينا اختلافا بينا قيل هو الزمن الذي فيه حركات بني آدم من الخير والشار الزمن كل الزمن كل الزمن هذا من جملة خلق الله عز وجل الزمن من جملة خلق الله عز وجل فالله تبارك وتعالى يقسم بالزمن للدلالة على قدرتي للدلالة على قدرتي وأنه لا يكون في هذا الزمن إلا ما شاء الله لا يكون في هذا الزمن إلا ما شاء الله هذا قول هذا هو القول الأول أيها الأحباب القول الثاني أن العصر طبعا لما نقول الزمن الذي فيه حركات بني آدم الخير والشر إبا الزمن دا لغة الوقت إبا الزمن دا لغة الوقت والوقت دا شريف ولذلك قال النبي عليه الصلاة والزلام لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع منها عن شبابه وعن عمره طبعا هو العمر دا هو الوقت هو الوقت عبارة عن سنين والسنين شغور والشغور أسابيع والأسابيع أيام والأيام ساعات والساعات دقائق والدقاء ثواني والثواني لحظات والأسابي والأسابي إذا ذهبت لا ترجع مرة ثانية والنفس إذا تنفسته لا يعود إليك ثانية هل في حد يا أخوانا بيطلع زفير ويرجع له تاني أبدا أبدا دايما العمر بيتقدم لو أنت عندك ستين سنة ولا حاجة ستين سنة أو خمسين سنة أو حاجة خمسين سنة ممكن ترجع تاني ممكن ترجع تاني الناس الذين شابت لحاهم واحترق الشيب أو أحرق الشيب شعورهم هل يمكن أن يعود الشباب ثانية يا أخي هل يمكن أبدا لا يمكن لا يمكن أبدا إنها أماني لا يمكن أن تدركها شباب القوة والفتوة والنشاط والحيوية والصحة والعفية خلاص أيام كانت موجودة ثم مضت ناس الله تعالى أن يبارك في الشباب الأمة وأن يكون شبابهم أفضل من شبابنا إن شاء الله ولذلك الحريص من حافظ على وقته لأنك إذا حافظ على وقتك حافظ على عمرك كانت أم سفيان الثوري تنصح ولدها تقول أي بني إنما أنت أيام فإذا ذهب يومك ذهب بعضك إنما أنت أيام وكانوا يقولون من حافظ على وقته كان الوقت له وقت الإنسان الإنسان الذي يحافظ على وقته ربنا يبارك له وقته إذا كان الوقت له وقت ومن لم يحافظ على وقته كان الوقت عليه مقت كان بعض السلف إذا استوقفه من أراد أن يضيع وقته قال له والله لأقف لك حتى تمسك الشمس وأن له أن يفعل ذلك إذا هذا القول الأول القول الثاني أن العصر هو وقت العصر ووقت العصر هو بداية العشي وقت العصر هو بداية العشي لأن وقت الظهر عندما يكون ظلك بين قدميك ده وقت الظهر وقت العصر بيكون ظلك مثلك ده وقت الايه ده وقت العصر ثم بعد ذلك تبدأ الشمس في الزوال تبدأ الشمس في الزوال إذن الزوال بيبدأ من هذا الوقت بيبدأ من هذا الوقت إلى أن تصفر الشمس أو تحمر إذا اصفرت الشمس أو حمرت هذا وقت ماذا المغرب فإذا سقط قرص الشمس تماما وبدأت ظلم كان ذلك وقت ماذا وقت العشاء وهذا الوقت بداية أن ينصرف الناس إلى بيوتهم بداية بقى أن الناس طبعا في الوقت يعني في العهد الطبيعي ليس في مثل أيامنا في مثل أيامنا يبدأ اليوم من بعد المغرب يبقى النهار كله نوم والليل كله بقى صحيان عملنا زي سنة الحاكم بأمر الله الفاطمي ومش حاكم بأمر الله ده كان حاكم بأمر الشيطان الرجل ده كان حاكم فاطمي والأفضل نقول حاكم عبيدي والعبيديون طائفة من قرامط الشيعة ناس من الشيعة الغلا ملكوا مصر وسموا نفسهم بالفاطميين زورا وإلا فهؤلاء الناس كانوا يعلنون سب الصحابة لا سيام أبو بكر وعمر ويكتبون صد أبي بكر وعمر على أبواب المساجد ويأمرون الناس بعد الأذان أن يسبوا الصحابة ويلعنوا زوجات النبي صلى الله عليه وسلم لا سيام أبو بكر وعمر وعائشة وحفصة ولذلك عندما سول صلاح الدين الأيوب على حكم مصر أمر المؤذنين بعد الأذان أن يترضوا على الصحابة وعلى زوجات النبي عليه الصلاة والسلام بعد الأذان فاتخذها المؤذنون سنة إلى يومين هذا لا أدري لأدري كان هذا يحصل عندكم أحيانا لغاية إحنا كنا صغيرين كان المؤذنون في المساجد بعد الأذان يصلوا على النبي صلى الله عليه وسلم ويتردوا على الصحابة ويتردوا على بكر وعمر وزوجات النبي عليه الصلاة والسلام كنا نسمع ذلك الحاكم بأمر الله الرافض الخبيث هذا كان يعاوز يمهد للناس إنهم يعبدون من دون الله فعمل إيه بقى قال الناس النهار مش هيبقى نهار يقلب الدنيا يخلي النهار الليل والليل نهار يخلي النهار الليل والليل نهار يبقى الناس لما تشتغل تشتغل بالليل لأن ده هو النهار ويتنام إمتى بالنهار الليل الليل واللي ما عميش الكلام ده يتصلب ويتعدم وتتقطع راسه على باب القاهرة في الأول الناس ظنوا إنه هو بيهذر بيهذر يعني فقطع بعض الرؤوس فالناس أيقنهم إن المسألة إيه جد تيجي على بالليل الحاوانيك مفتوحة والتجارات والزراعات والدنيا كلها شغال لأن ده إيه النهار بتاع الحاك وبالنهار الناس كلها نيمة ونعسانة والمساجد كلها فضية لأن ده هو الليل يبا لو واحد عاوز يقيم الليل يوم إمتى يوم العصر يبدأ يصلي عشان ده قيم الليل ماشي الحال لغاية لما مر على راجل راجل نجار فأبو كبير شغال بقى قاعد يدق ذا في المسامر والبتاع فمر عليه قال له ألم أنهك أن تقوم بالليل وأنت جعل حرفتك بالنهار قال يا سيدي قلقت فلم أسطع النوم فقلت أضيع ليلي في هذه الصنعة يعني قال له أنا قلت بالليل ومش عارف أنا بالليل أعمل إيه قلت أقوم أشغل في النجارة طول الليل فاستخزى هذا الرجل وأرجع الأمر إلى ما كان عليه فالوضع الطبيعي للليل والنهار نهار والناس بيقولهم أهل الطب بيقولهم أن النوم بالليل مفيد للبدن وأن ساعات بالليل أكثر بركة من عدة ساعات بالنهار يعني الواحد لو نم بالليل أربع خمس ساعات أعظم بركة من أن تنم بالنهار عشر ساعات فالعصر هو وقت العصر وقت صلاة العصر وسدل على ذلك بقول الله عز وجل حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين فقالوا الصلاة الوسطى بنص حديث رسول الله هي صلاة العصر فلشرفيها كررت مرتين كررت مرتان مر في قوله تعالى حافظوا على الصلوات ومر ثانيه قوله والصلاة الوسطى والدليل على أنها صلاة العصر في غزوة الأحزاب عندما تأخر الناس عن صلاة العصر النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة الأحزاب عليه الصلاة والسلام قال لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريضة الكلام ده بعد الغزوة ربنا سبحانه وتعالى أرى المؤمنين الآيات العظيمة وانكفأ المشركون لم ينالوا خيرا فانقلب النبي عليه الصلاة والسلام بعد الغزوة إلى حصار بني قريضة لأنه أراد أن يخلع سلاحا فأته جبريل وقال إن الملئكة لم تضع أسلحتها بعد وأمره أن يتوجه إلى من إلى بني قريضة الذين خانوا الله ورسوله فالنبي عليه الصلاة والسلام حتى يحث المسلمين على الوصول إلى بني قريضة فقال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يصلين العصر إلا في بني قريضة فمن الصحابة من أخذ اللفظة على ظاهره فلم يصل العصر إلا عند أسوار بني قريضة فاته وقت العصر ومنهم من فهم اللفظة على فحواه أن المقصود هو الإسرع والاجتهاد في توجه إلى بني قريضة فصل العصر قبل غروب الشمس في الطريق وهنا يعني نكتة أصولية مهمة ونكتة هنا أي شيء يعني جميل دقيق ليس المقصود بالنكتة أي الطرفة التي يطرب لها الناس ويضحكون كما كنت وأنا صغير أظن عندما أقرأ في فهرس بعض الكتب لسيما نيل الأوطار يقول نكتة فكنت أظنها يعني طرفة فأذهب أجدوها مسألة عويصة تكلم فيها الإمام الشوكاني عليه رحمة الله كنت يعني في الإعدادية أولة إعداد كده فهذه المسألة ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام لم ينكر على هؤلاء ولم ينكر على هؤلاء فذل ذلك على أن الفعلين كلا هما صواب لأن الفعل الخطأ ما كان النبي عليه الصلاة والسلام ليتركه لأنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة فإقرار النبي صلى الله عليه وسلم دلالة المنطوق ودلالة المفهوم دلالة على صوابهما معا ده صواب ده صواب ولهذا العلماء جعلوا هذا الخبر من أمثلة ما يسمى بماذا باختلاف التنوع اختلاف التنوع ليس المقصود به تعدد الحق ولكن المقصود باختلاف التنوع أنك لهم حق أنك لهم حق تنوع الحق أن يكون الحرام حلالا أو أن يكون الحلال حراما ده لا يجوز لا يجوز أن يكون الحلال حراما أو الحرام حلالا لا يجوز ولكن إذا كان الاختلاف في المسالك مسالك يعني إيه أي في طريقة الفهم والإصنباط أو أن يكون الخلاف نتيجة التنوع الدليل الصحيح هذا دليل الصحيح هذا دليل الصحيح فهذا اختلاف تنوع ما فيش هناك حرام قد أحل أو حرام قد حرام قد أحل أو حلال قد حرم ليس في ذلك اختلاف التنوع عندما أتى الرجل ليقرأ سورة الفرقان على عمر رضي الله تعالى عنه فضربه عمر وجرى خلفه وقال ما هكذا سمعتها من رسول الله حتى انتهي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له النبي عليه الصلاة والسلام حسبك يا عمر اقرأ يا هشام فقرأ قال هكذا انزلت ثم قال اقرأ يا عمر قال هكذا انزلت ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام إن القرآن نزل على سبعة أحرف والحرف هنا ليس المقصود به القراءة ولكن الحرف هنا اللهجة أي اللغة اللهجة واللغة فالقرآن أنزل على لغة قريش وعلى لغة بني تميم وعلى لغة بالحارث بن كعم نزل على هذا وهذا وذاك ولكن كتب القرآن بلغة أهل قريش ولذلك القرآن الذي كتب باللغات الأخرى جمعه الصحابة وأحرقوه حتى يجتمع الناس على لغة واحدة وهي لغة ماذا لغة قريش طب ولماذا لغة قريش لأنها لغة النبي صلى الله عليه وسلم وهو أفصح العرب اثنين أن العرب قاطبة يعترفون بأن لغة قريش هي أفصح اللغات وأقوى اللغات وأعلى اللغات ولذلك أبو بكر رضي الله تعالى عنه قال لجامع القرآن فإذا اختلف الحرف فاكتبوه بلغة ماذا قريش اكتبوه بلغة قريش فكتب الصحابة القرآن كله بلغة قريش في مصحف جامع وجعله أبو بكر رضي الله تعالى عنده عند حفصة فلما كانت خلافة عثمان أخذ عثمان هذا المصحف فنسخه وطياره إلى الآفاق ونسب هذا المصحف إلى عثمان فسميه بماذا بالمصحف العثماني طب ولماذا اختلاف التنوع لأنه ليس فيه حق وباطل كل حق كله ماذا حق النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قام إلى الركعة الثانية اعتمد على يديه كأنه يعجن كأنه إيه يعجن والعجن في لغة العرب إما أن تكون ببسط الكف وإما أن تكون بقبض الكف يعني الإنسان لو كده عمل إيده في العجين كده يبسمه إيه بيعجن العجين طب لو هو لو عمل كده في العجين إذن هو أيضا ماذا يعجن العجين كلاهما صواب إذا ليس هنا حق وباطل كلاهما صواب لو قرأ بلغة قريش أو قرأ بغير كلاهما صواب لم يخطئ النبي عليه الصلاة والسلام عندما رآه سهل ابن سعد يصلي ويضع يده اليمنى على كف ورزغ وساعد يده اليسرى يجعلها على صدره هو اليد إما أن تطلق على جزء من اليد وإما أن تطلق على كل يتي ماذا اليد كلاهما صواب فلو ضعت يدك اليمنى على كل اليد لأن اليد بتنتهي بماذا بالمرفق إذن هيتك المرفق لو ضعت يدك اليمنى على كل اليد هذا جائز ولو ضعتها على جزء من اليد ما بين الرزغ والمرفق يد لو ضغطه على جزء منه جائز كأن تقول قبلت رأسه وأنت تقبل ماذا جزءا من الرأس إذن هذا صحيح وهذا صحيح هذا حق وهذا حق هذا حق وهذا حق لكن لا يمكن أبدا في اختلاف التنوع أن يكون فيه حق وباطل نحن قبل الانتخابات والمزاحمات والأحزاب كنا نقول بأن هذه الأحزاب وهذه المشاركات باطلة ينبغي أن نشارك فيها في 2011 إيه اللي حصل قلنا الأحزاب الإسلامية والمشاركات وصار الباطل الذي نبطله صار ماذا صار حق أتى بعض الناس سؤالوا دي مسائل من مسائل اختلاف الليه التنوع نقول خطأ لأن اختلاف التنوع ليس فيه حق وباطل ليس فيه حق وباطل ليس فيه حق وباطل ولكن هذه المسألة اختلاف تضاد لأن اختلاف التنوع كل إيه كل حق فلا يمكن في اختلاف التنوع فلا يمكن في اختلاف التنوع أن يكون في زمن باطلا وأن يكون في زمن ماذا حقا لكن اختلاف التنوع لكن اختلاف التنوع يبقى حق وأن يكون فيه حق وباطل لا ليس هذا باختلاف ماذا التنوع فانتبه لهذه الدقيقة فانها تفيدك كثيرا في مسائل الخلاف تفيدك كثيرا في مسائل الخلاف يبقى القول الثاني والعصر احنا شكلنا هنوقف كلمة والعصر بس وبعد كده نكمل بيت الصورة في مجلس آخر هذا هو القول الثاني والعصر إذن العصر هي صلاة العصر هي صلاة العصر ويا صلاة طيبة ووقتها وقت طيب ووقتها وقت طيب القول الثالث أن العصر هنا عصر مخصوص ده قول ثالث عصر مخصوص إما أن يكون المخصوض به عصر النبي صلى الله عليه وسلم فعصر النبي صلى الله عليه وسلم زهر ونور بالنبي صلى الله عليه وسلم فالنبي عليه الصلاة والسلام بما جاء به كان نورا ليس هو في ذاته نور فإن الحديث الذي رواه جابر لا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الحديث القدسي بأن الله تعالى خلق الخلق من نور النبي صلى الله عليه وسلم هذا لا يصح وكثير من المتصوفة يقولون هذا الحديث هو لا يصح فالنبي عليه الصلاة والسلام ليس من نور ولكنه من نطفة شأنه في ذلك شأن كل البشر ولكن كونه نور أي ما جاء به هو النور قال الله قد جاءكم من الله نور وكتاب فالنور هو ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام من الهدى الذي أضاء به الأفئدة والهدى والهدى الذي أنار به حياة الناس فالوحي المنزل من السماء هو النور تهتدي به القلوب الطيبة والفطر المستقيمة فإما أن يكون العصر وعصر النبي صلى الله عليه وسلم وهذا ذلالة على أن كل من السمسك بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم فهو على اهتداء وهو على خير وهو على بركة لأن الله تبارك وتعالى لا يقسم إلا بعظيم وإما أن يكون هذا الخصوص خاصا بأمة الإسلام والعصر هنا أي عصر المسلمين فكأن الله تعالى أقسم بعصر أمة الإسلام وهي آخر الأمم وهذا إشارة إلى انتهاء عصور غير المسلمين فعصور غير المسلمين من اليهود والنصارى والبوذيين والملاحدة كل هذه العصور ستنمحي في آخر الزمان ولن يبقى إلا عصر الإسلام يسود الإسلام فيه ويصير أهل الإسلام الذين الآن يعيشون في ذل ومهانة لا يستطيعون أن يجلبوا لنفسهم نفعا أو أن يدفعوا عن نفسهم ضر يذبح إخوانهم أمام أعينهم دون أن يحركوا ساكنة حتى الدعاء مخرم عليهم حتى الدعاء مخرم عليهم من ذا الذي يجرؤ أن يدعو للمسلمين بأن ينصر وأن يؤيدوا وأن يهزم الكافرين من اليهود وغيرهم من ذا الذي يجرؤ على فعل ذلك سيتهم بالتهم العديدة ويصنف بالتصانيف العجيبة ولكن ربنا عز وجل يقسم بأن العصر سيكون للإسلام وأهله وإن ربنا سبحانه وتعالى وعدنا في ذلك وعودا كثيرة وكذلك أتت بذلك النصوص الوفيرة عن رسولنا الصادق الصدوق صلى الله عليه وسلم منها إن الله زوا أي جمع لي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها وإن ملك أمتي سيبلغ ما زويا منها الله تعالى أسأل أن يعز الإسلام وأهله وأن ينصر الإسلام وحزبه وأن يجعلهم في الأرض ظاهرين وبذينه مستمسكين ولأعدائه قاهرين أسأل سبحانه وتعالى أن يأخذ بأيدينا أخذا حميدا رشيدا وأن يمسكنا بالحق وأن يهدينا إليه وأن يمسكنا به أسأل سبحانه وتعالى أن يرحم موتانا وأن يشف مرضانا وأن يداوي جرحانا وأن يتقبل أعمالنا وأن يشرح للحق صدورنا وأن يؤلف بين قلوبنا وأن يتولنا ولا يتولعنا وأن ينصرنا وأن لا ينصر علينا نسأل سبحانه وتعالى أن يرينا الحق حقا ورزقنا اتباعا وأن يرينا الباطل باطلا ورزقنا اجتنابا نسأل سبحانه وتعالى أن يأخذ بأيدينا إلى كل خير وأن يصرف عنا كل شر وأن يجعلنا هداة مهديين لا ضالين ولا مضلين نسأل سبحانه وتعالى بأسماءه الحسنة وصفاته العليا أن يأخذ الكافرين أعداء الدين أن يهزمهم هزيمة منكرة أن يهزمهم هزيمة نكراء صلعاء وأن يرينا فيهم آيته سبحانه نسأل سبحانه وتعالى أن يخرب حصونهم وأن يدمر عرشهم وأن يفسد أسلحتهم وأن يدابر فيما بينهم وأن يميذ الأرض من تحت أقدامهم وأن يجعل هلاكهم في تدبيرهم وأن يجعل تدميرهم في تخطيطهم وأن ينجي المسلمين من بين أيديهم وأن ينجي المسلمين من بين أيديهم نسأل سبحانه وتعالى أن يبارك في رجال المسلمين ونساء المسلمين وشباب المسلمين وبنات المسلمين وأولاد المسلمين وأن يوفقنا إلى الخير كله يا رب العالمين نكتفي بهذا الخدر لأن الصورة لو سبحنا فيها سنأخذ وقتا طويلة ولكن إن شاء الله لعل لقاء بإذن الله تعالى يجمعنا نكمل تأويل هذه الصورة فما رأيكم أننا خضنا غمر الكلام عن صورة العصر هل يترى الموافقة 99 ولا زادت؟ بيذ الوقت الحمد لله رب العالمين جزاكم الله خيرا